هاي ماميز كيفنا اليوم؟ يا ماميز لقيت في اخصائي اسمارانيا صلاح حاطة علاج تشتت الانتباه وفرط الحركة وحبيت انا شارككم فيه لانه كتير مهم وكتير حبيته في بعض الولاد يلي عنده تشتت انتباه وفرط حركة بيضطر ندخل بالعلاج الطبي انه يعطوه ادوية للصبي حبوب علشان يهدى ويقل عنده هيدا الموضوع بس هيدا حالات كتير نادرة صراحة اما الوضع التاني هو العلاج بالاكل دايما فيه انواع من الاكل بتم منع عن الاطفال وكلنا بنعرف الشوكولات والالوان اللي فيها الوان صناعية الاخذية المحفوظة انواع الجبنة الكيريج جبن الدهن كله هيدول بيمتنع عنهم الولد كمان منعوا عنهم بعض الاطعمة مثل المرتديلا بسموه لانشن الايسي كريم الكعك الستروبري الفراولة هيدول كلهم منعون عن الولاد اما العلاج السلوكي للولد اهم شي بهايد المرحلة انه نحنا نحط قواعد للبيت يعرف الولد وتكون محددة بالنسبة لالو يعني نعرف امت بنا نحضر تلفزيون ساعات الكمبيوتر كم ساعة لما بدنا نظهر شو بدنا نعمل بالظهرة وتكون قواعد محددة ويكون الولد عارفة وحافظة ونحنا ماشين عليها بالظبط وبمرحلة من المراحل الولد لازم يعرف انه انتو كتير جديين باللي يعني عم بتقولو اذا قلتولو قوم قطف التلفزيون وقوم على الدرس يعني قطف التلفزيون قوم على الدرس ما في قطف التلفزيون طيب يلا خمس دقايق قطف التلفزيون طيب يلا معلش يبتركك كمان وهو بيعطرد لا لنا قطف التلفزيون معناته قطف التلفزيون لازم نكون حازمين بيلي عم نقوله ويعرف الولد انه نحنا جديين كتير. لازم نحط جدوال للانشطة. لما نطلب من الولد انه يقوم بمهامات معينة. لازم اول شي ببلش يعترض ويسرخ وكل شي بس نحنا لازم نضلنا مستمرين على موقفنا ونتعامل معه بهدوء. بلا عصبية. بلا ما نعيت. بلا ما نزعق. وبلا تهديد. واهم شي ما نرشي. انه ازا عملت كزا نحنا هنعمل لك كزا. لا. وتاني شي لازم نحنا نضلنا محافظين على مشاعر الحب والعطاء وانه هو ما نخلي الولد يعرف انه نحنا منكره ازا ما عمل هالشغلة. ومتل دايما ما بقول احكي مع الولد ودايما نشاركه بقراءه. اما تنمية المهارات بالمدرسة لازم يكون الفصل الدراسة مخصص على انه يحبب الولد بالصاف. ولازم يكون مكان الولد بعيد عن الضجة وما يشتت له انتباهه وما يشتت له بصره ويخليه يتطلع بكل مكان. لازم نطلب من الطفل انه يساعد المدرس بتوزيع يعني نعمل في مهام خصوصة للطفل بالصاف. زي ما نخبر المعلمة عشان تصير تعطيه بريك تخلي يوقف يتحرك شوي بالصاف ما يضلوا قاعد. اما بالبيت كمان الاوانين السابتة والغير متغيرة وانه اللعب الولد اه كرة تسلى اه بتساعده او ونلعبه بالكرة بتساعده وكمان لازم يكون بيعرف وين يشلح تيابه وين يحط غراضه وين ينظم له حياته للولد يلي عنده تشتت ويكون فيه روتين. اما هلأ هنحكي عن التدريبات يلي بتساعد بعلاج تشتت الانتباه. لازم نخلي الطفل يوقف بسندوق نخلي يوقف على اجر واحدة نخلي يمشي بمسار ديق نخلي يمشي على خط مستقيم نقل له امشي الى اليسار يكون ماشي نقل له هلأ روح على اليمين. لازم نخلي نط الحواجز ينزل من تحت يطلع من فوق يفضي الطاقة اللي عنده. ولازم كمان نخلي يتعلم يرمي الكرات بقلب السلة. لازم كمان نخلي يلعب الركات لي لانه بتخلي يضرب الطابة يركز عليها مثل التنس وهيك. وكمان لازم دايما نشجعه. آه نط الترمبولين كتير مهم على فكرة. والنط. يعني كل شي نط في نط بيساعد كتير الولد. وانه نخلي يتعلم كيف يحافظ على توازنه. هو اذا وقف على اجر وحدة. وكل التمارين اللي هي تأذر بين اليد والعين. انه طابة يكبها. يعبب قلب شي. ينقل الحبوب من هالميلي لهالميلي. يمسك البالون ويديه صابون. يضرب الكرة باهداف محددة عالارض. يرمي الكرة داخل الباسكت. انه يلعب بولينج. كل هيدا بيساعد العاب بتساعد تشتت الانتباه. اما المهارات الحركية الدقيقة هي متل يفتح الحنفية ويسكرها. يلف كياس الحبوب المربوطة. لعب بالتركيب بالبلايدو بالبازل. اه كمان اه الالم الكتابة. يفك البرغة يركب برغة. يكيف يستعمل المقاص. كل هوا اللي بتساعده على المهارات الحركية الدقيقة تاعته. وهلا لح نحكي عن الانشطة يلي بتساعده عن التركيز. متل انه ينقت. متل انه يفض ينقت شمع بقلب الماء. ينقت شمع بقلب الورقة. ينقت يلون الرسمة بالنقاط. اه يعني كل شي خاصه بالتنقيط. بيساعد الولد. اه الاس. السلصال. اه الفوم. اه وضع خرز بالزجاجة الرفيعة. وضع خرز بكرتونة البيض بالترتيب. اه نقل المغناطيس من التلاجة للمسمار. لعب الكونت. كونك فو. اه لعب دوائر. اه غرس المسامير او خلة الاسنان بالفوم. على وضع معين. منرسم شي معين. منخليه يشكل الكردون بقلبه. اه في كتير العاب ممكن تساعدنا على انه نحسن مستوى التركيز عند الولد. وهلا ما يكونوا صنع لنهاية هيدا الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وان شاء الله تكونوا حبيتو. وخدوا سكرينشاتات ازا بدكن. وبحب اشكر يلي عاملي هيدا هيدا الشي. وانه عن جد مجهودة جبار رانيا صلاح اسمها هي اخصائية. وهيدا المجهود كتير كتير حلو منا صراحة. على نقدر نشاركو معكن. عملو سكرينشاتات. وبعتوه للا الامات. وما تنسوا تعملونا لايك. وشير. وسبسكرايب للشانل. وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هيدا السلسلة. انا من فترة لفترة بحب اعملكن سلسلة عن الاطفال. بحب ارجع لفكرة الاطفال ديمن. ولا انو نرابي الوالد. ومرسي اقرفار.